انطلقت مساء اليوم على أرضية ملعب نادي البرق أولى مباريات كاس حضرموت في نسخته السابعة في هذه اللحظات يجمع فريق هلال السويري مع التحاج سيئون في مباراته الأولى بينما تقام المباراة الثانية في مدينة المكلة والتي تجمع فريق التضامن وأيضا نادي البريقة يأتي هذا الدوري في نسخته السابعة احتفالا بثورتي 14 أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر معلومات أكثر سنتعرف فيها عن بطولة كاس حضرموت مع جرزي الزبيري مساعدة من العام للبطولة بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا زينا لقناة بلقيس على تحت هذه الفرصة طبعا في هذا اليوم الجمعة 21 من شهر أكتوبر دشنا بطولة كاس حضرموت في نسختها السابعة طبعا البطولة ستشارك فيها أندية حضرموت الـ 44 نادي بنظام 8 مجموعات في الدور الأول والدور الثاني تطلع 8 أندية من كل ناديين من كل مجموعة إلى مرحلة الثانية اللي هو دور الـ 16 وهناك يكون في إطار بهاب اليان في هذه الأثناء تجرى المباراة بين التحاج سيون وحلال السويري طبعا تنفذ رفاضها لصيلة لعين النتيجة 3-0 لصالح التحاج سيون شكرا جزيلا لك يستمر هذا الدور لفترة طويلة جدا حتى مطلع العام القادم ومن المتوقع أن تقام المباراة النهية على ملعب الساد سيون الأولمبي وهذه البطولة تشهد تفاعلا كبيرا من قبل محبين الحياة والرياضة في حضرموت تحدد مساعد قناة بلقيس من ملعبي نادي البرق بمدينة تاريم